بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بخلق رسول الله وأن يؤدبنا بآدب رسول الله اللهم أمين يا رب العالمين النهاردة إن شاء الله نعيش مع خلق جديد من أخلاق الإسلام ومن أخلاق خير الأنام صلى الله عليه وسلم ألا وهو خلق القناعة يعني إيه القناعة القناعة معناها الرضا باليسير من العطاء إرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وكما قالوا قديما القناعة كنز لا يفنى ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لو أن الابن آدم واديا من ذهب عند وادي من ذهب لتمنى أن يكون له وادي ثاني ولو له واديان عايز وادي ثالث ولو عنده ثلاثة عايز أربعة ما عندكم ينفد وما عند الله باق مهما عمرت في هذه الدنيا ومهما جمعت من أموال فسترحل عنها ورزقك آتيك لا محالة فاقنع بما أعطاك الله جل وعلا وارضى بما قسمه الله لك سبحانه وتعالى لا تنظر إلى من هو فوقك ولكن انظر إلى من هو دونك انظر للأقل منك أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله الرضى باليسير من العطاء لذلك في آية في القرآن الكريم ما أجمل هذه الآية لو وقفنا عند معانيها ربنا بأول في صورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة محمد بن كعب وسيدنا علي والحسن البصري فاصروا الحياة الطيبة بإيه؟ بالقناعة شوف ثواب اللي بيعمل عمل صالح وهو مؤمن يحييه الله الحياة الطيبة هذا الكلام ده في الدنيا طب يوم القيامة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة في الدنيا يحيى حياة طيبة يعيش عيشة هنيئة يعيش عيشة هنية لا عند كرب ولا نكد ولا ضيق ولا هم ولا غم ولا 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 عندما يضع رأسه على الوسادة ينام له لأنه مسلم الأمر المولاه ويسلم تسليما أغناك الله جل وعلا فقل الحمد لله ابتلاك بالفقر فقل الحمد لله إن من عباد الله من إذا لو أغناه الله لفسد حاله ومنهم من لو أفقره الله لصلح حاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أحيني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين لما دخل عليه الرجل وبعدين هايب النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه هون على نفسك أيها الرجل إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد جبال مكة ذهبا لكانت له ولكنه رضى باليسير من هذه الدنيا لأنها إلى زوال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة شوف مولانا جل وعلا يقولنا في القرآن إيه من أهل الله يدعو ربهم ويقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسيدنا النبي يقول في الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه شوف الحديث ده حديث جميل جدا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه معنى إيه الحديث ده هروح فاصل وارجع على حضراتك تاني نقول معنى الحديث صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرح هذا الحديث في دعوة ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني إيه يعني كفيهم من القوت ما لا يرهقهم إلى ذل المسألة اكفيهم من القوت ما لا يرهقهم إلى ذل المسألة لذلك ورد إن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه الإمام العالم الجليل إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي لما أراد أن ينزل إلى مصر وأن يقيم بها قال له أحد أصحابه يا شافعي إن أردت الإقامة في مصر فعليك بشيئين الأول أن تكون لك معرفة بالسلطان والثانية أن تأخذ معك قوتا يكفيك سنة ماذا قال الإمام الشافعي قال أما علاقتي بالسلطان فلا أحتاجها من لم تعزه التقوى فلا عزة له وأما أن أدخر طعاما يكفيني سنة فوالله لقد ولدت بغزة وعشت بمكة وتعلمت بالمدينة وسافرت إلى بغداد وإلى الشام وما بدت ليلة جوعان فكيف أدخر طعاما يكفيني لمدة سنة شوفوا اليقين في الله عندهم يقين بموعود الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق قلت الحضراتكم قبل كده إن الله يرزق ملا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل اللي ملوش حيلة ربنا هيرزقه حتى يتعجب من له حيلة وحيل لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق يقسم سبحانه وتعالى أن رزقك آتيك لا محالة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وعايز أذكر حضراتكم بحديث سدن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولن يملك من الدنيا إلا ما كتب له أهم حاجة إبقى عندك رضا أن ترضى بعطاء الله جل وعلا ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الغنى الحقيقي ليس بكثرة المال ولا بكثرة العرض ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس من النفس تبقى مستغنية عن الناس من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ارضى بمقسوم الله لك من الرزق والله جل وعلا سيعطيك ويدهشك بعطائه لا تعبدوه ليعطي ولكن اعبدوه ليرضى فإن رضي أدهشكم بعطائه سبحانه وتعالى ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول في كتاب الزهد إن الدنيا لم ترد أبا بكر ولم يردها وأرادت عمر ولم يردها وتزينت لعلي فقال غري غيري لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها لذلك إن بارح حد من الأسجزة الكبار بيتكلم بيقول يعني بعض الناس بيقول كلام أي كلام أغاني هابطة ويحصل من هذا الأجر الكبير الذي لم يحصله العلماء طيلة حياتهم فتذكرت قول الشاعري أعتبت على الدنيا لتأخير عالم وتقديم ذي جهل فقالت خذ العذر أولو الجهل أولادي ولذاك رفعتهم وأولو النها أولاد ضرة الأخرى اقنع وسيعطيك الله جل وعلا فخزائن الله ملأ لا تنفد أبدا اللهم ارزقنا القناعة وجعلنا من أهلها يا رب العالمين اللهم أمين أروح فاصل وارجع على حضرتك تاني صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله كنت وعدت حضرتكم إن بارح أن نحن نعطي نبذة مختصرة عن الأئمة الأربع اتفقت مع حضرتكم من بارح إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء يذهبون لسيدنا رسول الله ويسألون فيه وإذا سألوا النبي عن شيء وليس عنده الجواب ينزل الوحية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة على السؤال كان الصحابة يكتهدوا إذا سافروا إلى سفر من الأسفار زي سيدنا أبي لما بعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بما تحكم فقال بكتاب لا قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلوا الاجتهاد كان موجود في عهد الصحابة لكن لما يبقوا في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن الأئمة الأربعة اختاروا مذهبهم من خلال دراستهم للفقه من حديث التابعين سيدنا الإمام أبو حنيفة كان موجود في الكوفة من اللي كان من الصحابة في الكوفة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له تلاميذ وتتلمذ الإمام أبو حنيفة على يد تلاميذه فلم يدرك ابن مسعود ولكنه أدرك تلاميذا ابن مسعود سيدنا الإمام أبو حنيفة اسم النعمان ابن ثابت كنيته أبو حنيفة وسيدنا الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 هجرية يعني بعد وفاة النبي بحوالي سبعين سنة أو تسعة وستين سنة وتوفى سيدنا أبو حنيفة سنة 150 هجرية كان في الكوفة وانتشر مذهبه في العراق مات الإمام أبو حنيفة عنده كم سنة؟ عنده سبعين سنة كان الإمام أبو حنيفة يعمل بتجارة الأقمشة وكان اشتهر بين الناس بأمانته رضي الله عنه وأرضاه هو أول الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة طيب الإمام أبو حنيفة تلاميذ من؟ تلاميذ أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو منصور المتريدي المتريدي وأبو الحسن الأشعاري الأشاعرة والمتريدية الأشاعرة كانوا شافعية المتريدية كانوا أحناف من تلاميذ أبو حنيفة الإمام أبو منصور المتريدي والمتريدية والأشعارية دول أهل السنة دول أهل إيه أهل السنة؟ عشان بعض الناس يقول لك الأظهر أشعاري أشعاري والأشاعرتهم أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم سيدنا الإمام أبو حنيفة من أشهر الكتب في مذهبه الكتب المختصرة كتاب نور الإضاح كتاب متن القدوري وكتاب الاختيار رضي الله عن الإمام أبي حنيفة النعمان الذي عاش سبعين سنة من سنة تمانين هجرية لسنة مية وخمسين هجرية بعد الإمام أبو حنيفة أو في أثناء حياته وجدنا الإمام مالك ابن أنس ابن عامر الأصبحي الحميري وكان في المدينة المنورة ولد بها وعاش بها ولم يخرج خارج المدينة وقيل إن الإمام أبو حنيفة التقى به في المدينة وهو لم يخرج خارج المدينة المنورة قيل بإن مالك أخذ من أبي حنيفة وأبو حنيفة أخذ من مالك ده أخذ منه في الفقه وده أخذ منه في الحديث والإمام مالك كان يلقب بإمام دار الهجرة إمام المدينة المنورة سيدنا الإمام مالك ولد سنة 93 هجرية وانتقل إلى جوار ربه سنة 179 هجرية وعاش 86 سنة هو أطول الأئمة الأربعة عمرا الإمام مالك ابن أنس ودفن في البقيع بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام أشهر تلاميذه أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم وسحنون وعبد الله بن وهب وابن العربي المالكي بش ابن عربي لا ابن العربي بالآلف واللام وكذلك الباقلاني وغيره وابن رشد أيضا من تلاميذ الإمام مالك من أشهر الكتب في مذهب الإمام مالك شرح متن العشموية للشيخ أحمد بن تورك المالكي وعندنا في مصر من أشهر الكتب مختصر خليل ومن أشهر الأئمة الذين كانوا على مذهب الإمام مالك في مصر الشيخ الدردير رحمه الله ومسجده وضريحه خلف الأزهر الشريف والمزاهب الأربعة بتدرس عندنا في الأزهر بعد كده جاء الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي ولد بغزة سنة 150 هجرية ومات بمصر سنة 204 هجرية عش 54 سنة وهو أقصر الأئمة الأربعة عمره كان إماما في اللغة والفقه والأصول سافر إلى مكة والمدينة وبغداد ومصر وولد بغزة رضي الله عنه وأرضاه الإمام الشافعي أشهر كتبه الرسالة والأم وأيضا نسيت أولي الإمام مالك أشهر كتبه الموطأ موطأ الإمام مالك وأهل المغرب العربي اللهم بأ موريتانيا والمغرب والجزائر يحفظون كتاب الموطأ عن ظهر قلب الإمام الشافعي أشهر تلاميذه يوسف بن ياحيا البويطي وإسماعيل بن ياحيا المزني والنووي وتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي والإمام أبو حامد الغزالي والإمام النووي والإمام البيهقي من أشهر الكتب في مذهبه فتح القريب المجيب وكتاب الإقناع في حل ألفاظي أبي شجاع الإمام الرابع الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني ولد ببغداد سنة 164 هجرية وانتقل إلى جوال ربه سنة 241 هجرية وعاش 77 سنة وأشهر كتبه كتاب المسند للإمام أحمد الذي جمع فيه عشرات الآلاف من الأحاديث وكان يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث ومن أشهر تلاميذه ابنه صالح تلقى عنه الفقه وابنه عبد الله تلقى عنه الحديث ومن أشهر أتباعه ابن تيمية وابن القيم والمملكة العربية السعودية يتمذهبون بمذهب الإمام أحمد بفضل الله ومن نهي علينا في مصر أننا ندرس المذاهب الأربعة وعندنا الطلب في الأزهر الشريف يتخصص من أولى إعدادي في الفقه الشفعي أو الحنفي أو الملكي أو الحنبلي دي نبذة مختصرة عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم وقدس روحهم ونور أضرحتهم ونفعنا بهم وجعلنا من خيار أهلهم اللهم أمين أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون ويفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر